موسيقى موسيقى لما نجل شخصية المسيح اللي هون شخصية العجيبة هاي ليس هنا عنا فقط الثالوث قائم ثرمديا لكن في طبيعة خاصة في الله هذك الثالوث اللي هي طبيعة التواضع هذه الطبيعة تجعل من الله أن يمتد إلينا بالتواضع ليه؟ عشان يخلصنا هناك نص في الكتاب المقدس في رسالة إلى أهل فليبي في هاي الرسالة في صاحب تاني فيه زي مقطع كان يردد من المؤمنين الأوائل ربما كانت ترنيمة أو قصيدة لكن كانوا سامعين المسيح شو بيحكي عن نفسه عارفين فكر المسيح يقول ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله هل سنوقف هنا هذا السطر هذه الآية يعني دسمة مملوئة في المعاني هل نأخذها حبة حبة ونشوف سفة التواضع هذا المسيح كائن حرفي مرات عنا الترجمة العربية بالمناسبة عنا أربعين ترجمة عربية للكتاب المقدس ليه؟ لأن الناس عطشانين يعرفوا الله شو حكا فبيحاولوا يترجموا من النص الأصلي اللغة اليونانية العهد الجديد والعبرية العهد القديم بحاولوا يترجموا ترجمات مختلفة حتى منقرأ هاي الترجمة وهاي الترجمة كيف في الستيريو لما تسمع ترنيم موسيقى موسيقى استيريو بيصير عندك أقرب أقرب للنص إذا واحد بيعرف النص الأصل بيشوفها ملون فبقول هنا المسيح سر مديا قائم في هيئة الله هو حقيقة يمكن هاي ترجم أضاق من سورة هو بمعنى ما هو عليه هو يسوع المسيح لما بتعرف يسوع المسيح الهيئة الحقيقية الحقيقة عنه الداخلية هو مساوى لله مساوى لله الآب نفس الشيء الطبيعة الإلهية اللي فيه قائم سرمديا لم يحسب خلصة أن يكون معادل لله يعني معادل لله مساويا مقصود هنا لله الآب ما اعتبرها شيء خلصة يعني يستغلها يعني فكر المسيح دائما ما يستغل امتيازه أنه هو في الطبيعة الإلهية بيرفض الكبرياء بيرفض أي مبهه طبيعة فكره القلبي من الداخل ما يستغل كونه له كل الامتيازات السرمدية الإلهية ما يستغلها لمصلحته الشخصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر